السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم بالمسمة الضغير أستاذ الفرسافة اسمحوا لي لا بابي بطول تعنيكم جدا الله قاعدكم معني انشاء الله قامنا انشاء الله مبقش في ذات انشاء الله حطوا رأسكم مبقش في ذات مبقش قد الزراح راح انشاء الله نوغطوا معكم لدقيقة الأخرى انشاء الله راح نحاول نستيبط لكم أكبر عدد ممكن من الفيديوهات اليوم انشاء الله تكون مفاجأة احمي لكم فيديو بطارقة احترافية بشيء انشاء الله العلامة الكاملة في التركيب والخاتمة يعني انتم تلاميذ في طارقة جدلية أغلب التلاميذ عندما نكونوا نصحوا المقالات سواء في الباكالوريا ولا في الوصول نشوفوا ان التلميذ يعني يخبر مقالته منيح يخبر المقدمة منيح يخبر المقدمة منيح يخبر العرب منيح موقف الأول نقض دياله موقف التعليد نقض دياله من بعد كل حق التلميذ يجب التركيب والخاتمة ما يلقى يعني التلميذ يلقى صعوبة كيف يخبر التركيب والخاتمة وكيف يمكن التلميذ يبتع فيه يجب صوت التركيب ولا يجب صوت الخاتمة وخلاص ما ينفاجر التلميذ لما غالتهم لا يبقى فيها على ممليحة لماذا؟ لأنكم لديكم حاجة مهمة مقدمة ربعة تركيبة الخاتمة يعني يجب أن تفاضي أن ممليح المقدمة والتركيب والخاتمة ومصح المقالة أما المواقف فنقدروا نخدم فيهم شوية شوية ونطلبوا العالمة ديالة اليوم إن شاء الله سوف نحاولكم لكي نخدموا التركيب والخاتمة ببارقة احتراثية وبينسقوا بدون يحفظ المقالات حاجة واحدة التي نحضر عليها تركيب بسم الله نبدأ قبل أن نبدأ ونحضروا مثال تطبيخي يعني لا يمكنك أن نظر معكم المقالة وتعني أن نظر معكم التركيب والخاتمة لا يمكنك أن نظروا مثال تطبيخي أول حاجة نترجى one أي شيء ونستطيع من الرجال بل لا يك bild Glue the alive يعني قصد كبها كبها اللات وفاق فام اللات وال produced ة المترد Jordan ولدي وعندنا العرض الطريقة الجدالية في خطف خطوات أساسية أول خطوة من خطوات الجدالية هي الموقف الأول ثانية خطوة هي الموقف الأول ثانية خطوة هي الموقف الثاني ومن بعدها نقضه ومن بعدها أخير التركيج وكيكملنا العرض مش عدنا ولدينا خطوات الموقف الثاني وتعملها في السوق خاتيم التنكيب عنده 4 نقاط والخاتيم عنده 4 نقاط والمقدمة في السوق 4 نقاط نحن نحن نخص تطبيقية لإنكد العامة كميرة في التنكيب والخاتيم ما لدينا أول حاجة أول حاجة نخضو متال تطبيقي نخضو متال لأي مقارة معنف العرب هل العارة سلوخاً إجاري أم سلبي؟ هذا هو مجوّد الإفاق يعني أنا ما فيش عندي اللغة العارة أنا أنا من قطط إفاق بش نعلموا بتخلص التركيب وتخرجوا أفقا بصوتهم صح؟ والآن ما كنتم معاني كانوا بشي حمدين هالي خاصة التركيب أجربكم أم من قلنا إنا يا بتخيل وعند اللغة العرل الخاتمة رح نقeveryoneهم بطريقة احترافية يعني رح نقصد فيهم العلامة الكاملة هذا مجرد مثال نتمتم بحكم المثال هذا ونضعه لتضغط أنا شكراً تلكم بحذارة الحكم في الدفا حذارة الحكم ونركوش أحكمة المقالات الفلسفة العام نخدمها بطريقة المخططات وعلى بلين بهذا الكتاب قالت عن مخططات هكو منطلعين عليه ربما تمز في 58 ولالة العام نفاتكم تدلت الطبعة الأولى هذا العام تدلت التنقيح يعني تدلت الطبعة التانية والمفاجقة للعام هذا التالي بقدريني بأنه هو كين كتاب الجداول الذكية في الفلسفة هذا الكتاب تدلت الجداول الذكية في الفلسفة وشان ينتناوله فيه كل ما تقوله وع flourish ربما تن周ر يعني رف نعولكم بالذات من في أول نوع انتم ت Expert تعريفات فصل الأول والثاني والثالث يعني تعريفات فصل الأول والثاني والثالث تعريفات متحكمة في مقذية وبعد ما دائرة تعريفات لفذه من بعدها من دائرة جداول التعريفات يعني التعريفاتي وتعومها على شكل جدول فعدها ووشنا مديريين به شخص هم هزرين في الاطر أقوال اللي تخص جميع الدورس يعني أي قولة حقوة القولة مع قعد الدورس بعدها ما رأينا نعرفين بعد الأقوال رمضي كذلك جدول الفلاسفة يعني أسماء الفلاسفة أسماء الفلاسفة ليخصو جميع الدورس يعني إذا يردون هاتف اللامنة وتلقوا فيها أسماء الفلاسفة لا تقوم بها ربع حاجات أبنى أول حاجة تعريفات تقضية تعريفات بالجداول لكي لا نحفظوش أنا رأينا كذلك بالأقوال جداول والأقوال تعريفات أيضا يعني أنا بجميع الدورس جداول لأن هنا ندري في هاتف أسماء الفلاسفة تعريفة الجداول لكي نعاوركم إن شاء الله دوكاً كله في الدرس العراق قلنا ضرب سؤال قلناك هل العالم خلوك يجار بها؟ أسئل العالم كي قلنا الآن؟ السلوكات تعرضية السلوكات تعرضية السلوكات الآلية التلقائية يعني العالم ما هي؟ حاجة تدروها كل يوم نحاولها كل يوم يتولدنا عالم ما قلناك تدخير إنسان مدرسة ليوم وما رضوا وما رضوا واسمع وشار شغرين تتولي لعاة يعني هذه العالمة هي سلوك مكتازة نكتازكم نفيجة اتكرار صح؟ هاي الموقف الأول قالت المليحين تعودوا يعني تعودوا على سلوكات معينة له تدفع إيجابي يعني لالعادة لها من فاع موقف التالي قالت لأن هذا موقف أول هذا موقف ثاني موقف الآن موقف الآن نحن نشرح ونكتب أي تنكين وخاطئة هنا عدنا موقفين متعارمين نأخذ المتاب الموقف الأول رحول الله بالليل العادس ونوك إيجابي هذا الموقف يرى أن نقول من العادس ونوك إيجابي طبيعة تلحى مش أحبير حيعدنا مجموعة من الأدلة لتبين من العادس ونوك إيجابي نحن ندرس الموقف الأول بعدها نرحون المخضوح يعني ندرس الموقع السيارة بعدها نرحون ونرحون الطعام الثالي اللي هو البيل العادس ونقصين بي ونزيدوا ونشوفوا قائد أدلة تعلو وبعدها نزيدون المخضوح بش كيف تجنفوا بكهل هذه الخطوات بش نلحقوا الحاجة ونستطيع التركيب يعني نحن التركيبا نرحوا وباشرة التركيب يكون بعد عاملية من الخطوات يعني نحن نشوف الموقف الأول بعضا نقضر وبعضا نقضر بعضا نقضر بش نعرف التركيب التركيب وش معدتها معنى بش كول الربح ش كول فيهم يعني بالحق شو صمع عادة التركيب أدول ثلاث حالات تقولون يا أستاذب كيف تحبوه هنا يوم بش كيف تحبوه نطورة زوجي الباب أو التركيب يقول حسك بدمينها جديد ويضارب يقدر يكون عادة تركيب عادة شكلة أمثيق معنى بش يقدر يربح الموقف الأول زائد الموقف الثالث يقدر يربح الموقف الأول يقدر يربح الموقف الأول منه خمسين موقف تاريلا خمسين خمسين أو يقدر يكون عادة تغريب ومش معنى تغريب يقدر يغلب أحد الثرافين يقدر يغلب الطرف الأول أو يقدر يغلب الطرف التالي أو ماذا عادة؟ أو عادة تجاوز ما يربح التواحد ونجيبه موقف تاريلا ونطور ما باشي برح ونطور ما باشي بنا ونجيبه موحاجج كثيرا وكيف تحبوه نطور هذا الدرس عادة موقف الثالث أخير يحق عنا الموقف أول قال للعادة الجاملة الموقف الثالث الموقف ثالث الموقف الثالث وتاثم الدرس في المقالة indict 50% ألعذا برحرب النجابية يعني الإنمار عدم التوفيق هنا يبدو 50 مليا إيجابية ستعلمون كيف يشدون التذكين بحوق يكون لدينا توفيد في التذكين يعني يكونوا يرقون في زوج يعني الموطيفين معهم شوفوا بأول حاجة نحن تشعرقنا بلدي العادة الإيجابية والسذية في آن الواحد يعني العادة سي لكن بوحدة تقدر تقول العادة الإيجابية مثلا إذا تعود الإنسان على سموكات إيجابية تظهروا لي ثلاث سياقة سيارة لإنسان للسوق السيارة في اليوم الأول رح يوجد الضعوبة حيث أن يكون مباطئ في السياقة ديارة بعد مدة و بعد عام عام ثلاث عام عام كيف يتعود للسياقة؟ تقولي عنده الخفة تقولي عنده السهولة يعني العامل المريض صبحت له الخفة والسهولة في العام يعني من السوق السيارة الخفة والأخير يعني العادة كالأخرة إيجابية ولا سلبي تقولي يمسا ما كالأخرة إيجابية صحيح؟ موقف تلك البلاحة تلك البلاحة تلك البلاحة مثلا تدخيل إنسان مدخن يوم مرضو عام ثلاثة ربعة و بعد يقولي ما يقترش لبنى الدخان علش يتحكم فيه سيبخ تقولوا هذا البنقف من تعود على عادة أصبح عب نهلها يقولي ما يقترش يخرج منهم يعني عمضة 2 متعار نربحوا فيزو ما كالأخرة قلنا نوم العادة السلاح والحبة تقدر تقول العادة الإيجابية كما يمكن أن تقول العادة سلبي كيفاش نكتبو التغيير أخذوا معاك حنا بشعرنا ما كالأخرة بشيها كالأخرة رح ناجزنا بست سيلة من الخطارات نعلم الآن igh sono ناخدنا ثم نهار ناخد لتقصص disturbance ن thigh نتزن المصنص المصنص ت болz لكي أعرف نشفوا مرة يعني تركيب كل شيء تفتح تبعوا معايا نقولهم أول حاجة تخطوا عيار بعد دراستهم من الحوجج والبراهي المعتمد من بار الموقفين سوف نشوفهم في ذروج يعني نقولهم بعد ما درسنا الحوجج والبراهي تعلم الموقفين الأول والثانع مع الأول والثانع اطمم بعد ما درسنا الحوجج والبراهي بتاع الوظيفين الأول والثانع فاصل زدنا شكل النقائص لهم يعني زدنا أن يبناهم في ذروج والطيار على الأهم النقاط التي وجهت لهم معانا اطمم بعد ما درسنا الحوجج والبراهي تعلم الموقفين الأول والثانع واطلعنا على النقاط التي وجهت لهم معانا ماذا صعب تبيننا لنا أنا بل قلوا حبارك من السندج قلوا تبيننا لنا قلوا واحدوا أنا يطبقوا لنا لا أنا مهمة تقولوا لا نستندج في الخاتبة تبيننا لنا أنا وإخونا وإخونا وش مهمة تبيننا لنا كنا صعب وإخونا صعب وإجابية ومن قلوا صعب يجب إلي تبين من أن العذا صعب وضوح وضوح لنا فاصل قد تقول إجابية ماذا قد تقول لا يجب أن تضرح لديك جائب يعني لازم تبدو لذليل يبين بالعادة تكون إيجابية ها، سلاح المخطي قد تكون إيجابية أضلك الشجر، لقور، بمثال، وش ندير؟ والذليل على ذلك، لو ما ينف بدو ذلك أنها، وش ندير لهذا؟ تؤدي إلى توفير الوقت، لهذا جدفرنا الوقت تكسب الإنسان الخفة، تبكر الإنسان من الفعل أكثر من عدد في الوقت واحد مثل سياق السيارة، سياق السيارة، ونتأكد في حنالية المترمانية، سوف تنقل نقل بها، نقل بإرداءه، ولكن بحكم العادة، ورد أن نقدر أن نقرر في تليفون، ميساج، أنا سوف تنقل بإرداءة، أنا سوف تنقل بإرداءة، يعني هذا مجدارك لي، استمحت لي بشيء أكثر من عمل في وقت واحد يعني العادة أنها تقض من توفير الوقت، ونكمل، لن توسع مثال ذلك سياق السيارة، ونحبت فيها في سياق السيارة، والأكل السيارة، ونحبت إلى الشخص الجانس أباني، تحملت هالعابة تقدر بخير مني أكثر من عمل في وقت واحد أو مثلاً تكثر الإنسان الخفة، الكتابة على كتابة حاسوب، مثلاً عن نورة تكثر الحاسوب، كل ما شيء يتعود، تكون تقليل، ولكن كتوالي، تقولي خير، معنى ذلك العادة هي إيجابية، لأنها تؤدي إلى توفئ الوقت، آه، خاصلة من المهمات، وقد تكون سرية، أو شو عنها سرية، تؤثر سلماً على صاحبها، أرمي مثال، والدليل على ذلك، والدليل على ذلك، نبدو مثال يثبت بأثناء سرية، والدليل على ذلك، أنها تؤدي إلى تشوهات خرقية، تقولنا مثلاً، إلا بعد عشرة سرية، فهي تؤدي إلى تشوهات خرقية، تقولي مثلاً كيفاً؟ أخبركم نتال، مثلاً النجاة، ولا الحدات، تلقى ومساكن، نشوهير، نلقى وكتب طالع لكتب، لماذا؟ بس فمساكن متعودين يستخدموا وعودوا وبدو للآخر، سوف يكونوا حاجة، يبدأ الخبر هذا، وعندما يأخذ هذا الهربوط، ويأخذر بيه، ويأخذر بيه، ويأخذر بيه، ينقى الناس كين عنده تعويجة في كتبين دياره، أو توقع كامل، ويأخذروا بصبع طباله، ويأخذروا معه، ويأخذروا معه، فلنحن نتعودين، نكتبوه هكا، لن تعود ودع الكتاب بهذا العضو، كسبناك الشرر هكا، يعني أقول للغاة تؤدي إلى تشوهات خرقية، حسنا يؤدي، تعلموني طفل، على أحد الطالب، ونظروا معها مسيرهم، تبدين لنا بأن العدسة الأحدة، وقت لن تكون العادة، إيجابية، أعطينا مثال، خجة، وقد تكون سلبية، أعطينا خجة، وندينا الأفضل، ومثال هلالها، وأنا نضعنا على المتجر، وأنا نضعنا على الكيل، ولا بحاجة القول، نحن ندعك هذا الخاصة، ونحن ندعك هذا الكفير، لقد قمت بكثيراً، ولكننا قمت بكثيراً على سلاح البنين فيها وعدة تركوه بجانبه وقنعتها تركوه بجانبه وقنعته تقول يا أستاذة، مين نجيب له هذه الحوت؟ مين نجيب التبارية الأخرى؟ من الأخير؟ إذا ربحوا الملطفين معنا، رحوا نقصوا حوت جانبه لا تحضروا بها تخلوها للتنكين ورحوا نقصوا حوت جانبه لا تحضروا بها للتنكين ثم عندكم نقص، تخلوهم في مواقف تحقلوا التركيب الخاطئة، لا تبلوكيه، لا تحقلوا لا تزدوش تخدموها تعودوا تقصوا في المواقف وتحقلوا، التركيب الخاطئة لازم التركيب على كوية جيدة ثم تضعون الخاطئة وعند الخاطئة على الأمراكال وعلاك، لأن الخاطئة هي تأكيد التركيب شتوش تضعنا في التركيب؟ نعاودوه حذاري حذاري التكرار يعني نعاودوه ولكن في المراغمات تعاودوه بصحة الفاصلة وحد وخر نقولوه نستندج في الأخير ومدخلال كل ما سرى أن نعاودوه أن الهدس اللي عمو يحبك يقولي اللي عمو قافتك لا نعاودوه بصحة الفاصلة وحد وخر من فشكة العالم يقول مثلا أن السلوكات نعاودوه بصحة الفاصلة أن السلوكات التعودية الآلية التي يقوم بها الإنسان شاطر ففيما قلت العالم سلوكة الآلية والسلوكة التعودية التلقائية التي يقوم بها الإنسان بطريقة تلقائية تلقائية بحب الأمثلة الغارية أي تعودية آلية كامل بنتها الآل حد تحرير في بعض الحيان منافع لصاحب الله ما قلت شماية إجابية قلت منافع 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 لصاحبها ك التعود على الصلاة أو الصوف منافع منافع الإنسان مثلاً يصلي منافع 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 يعني هذه الآلة إجابية أم لا أسأل نحن فيه منافع 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 يعني أن الآلة سهلة لنصطق فاصلة ولكن أحياناً أخر تفقيل الآلة من إجابياتك وتؤدي بالضرب على الفرد معنى أن الضرب الفرد العالم كالتعود على السلوكات السلمية مثال ذلك كالإدمان على التدخيل المخضرات السلوكات الغير أخلاقية كالتعود ما نطعوش من فرد قلنا لعنى أحياناً تبني باشي مليحة كالإنسان يتعود على التدخيل يتدخيل يتدخل 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 ما نطعش نضطح الحكم فيها يعني تلو تعود عليه ولا ما يتدرش إيديتي وقف التدخيل يعني إنها كان أفر تحر سلب ولا مثالها مخضرات يعني 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 من إدفاع بحكم التعود سوف ينشرنا ذلك وحنا زدنا نرس الشي نقصنا أدلة ونقصنا أدلة وحقناها تقدروا انتو مرحلة وتتحميل العادة بعض المناحة بصاحبها كالتعود على الصلاة والصوت وطبرة تدعم القوم ونقول مثلاً إن يقول ألا العادة تمنح تسمع الرشاقة والسهولة يعني مثلت قوم تعلمت به موظف وقد تكون بحياة مخصرية ونضروا صاحبها كالتدخين مخضرات وكذب يعني يعني يتعود على الكذب لذلك من القوم يقول لك مثلاً يقوله صابقاً ما خير العادة للإنسان أن لا يعتاد شيئاً ما أنت حكيث أنه يقول نحن دعمنا للتنكيب ودعمنا للخاتمة يعني المستد المصحح كيراوه يقالك يقرأ خاتمة سيقنع سيحسن سيحسن كاين كاين تبريئة 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 تخدموا مواقف ملاحة تخدموا النقد ملاحة تلاحقوا التركيب والخاتبة وعليش ما تحصلوا؟ لا تنقوا لا تنقوا الأمثلة وعليش لا تنقوا لا تنقوا لا تنقوا كل شيء كنوا تبريئة 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 التنقوا التركيب عليها وعلى يبا نقص بالمواقف ونضع تركيب الخاتبة بس التركيب الخاتبة مواصف هذه حاجة مختلفة هذه تنقوا تنقوا يقضي اشتركيب الخاتبة سعيدة اذا كنت عادة إيجابية نقص غلي ربكة ونضع ادل نقص غلي ربكة والعادة السنبية نقص غلي ونخدم التركيب الخاتبة هناك يجب نتمنى ما تكونوا نحكم ان نحكم على التأميقات أو في حيثة خاصة في الاستغرام أو في الصفحة الشطفية في استيبوك الأستاذ عزيز في مدد الحزمة طلوح وحزيكم ومتنفق للجنة